مباراتين غاية في الصعوبة الاتنين الحقيقة لكن هل كارلوس كيروش مستعد ليهم؟ بصد زي ما انت قلت كده عايز بس اكد على اللي انت قلت احنا عندنا مطشين مش مطش واحد يعني احنا عندنا مطش بكرة ومطش يوم التالت النتيجة الاجمالية بتاعتهم اللي انا عايز اوصلها انها تصعدني كاس العالم وده اللي احنا بتركز عليه التفاصيل بقى اللي هي زي ما حضرت بتقول كده اللي هو الخطة والطريقة واللعيبة اللي هتقدر تصنع الفارق مابيني مابيني السنغال هو ده اللي مفروب بيجايزه كيروش لهذه المباراة اي تغيير في الخطة او في الطريقة اللي هو كان بيلعب بيها في الطوطة الامم الافريقية هتبقى بالنسبة لنا انا رأيي انها تبقى نوع من الخطورة شواء يعني انا بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد دي الطريقة اللي انا معتمدها او اربعة تلاتة تلاتة دي الطريقة اللي انا معتمدها عشان العب بيها الماتشاب بتاعتي وابدأ ان انا افوز فيها او حقه اللي انا عايزه اي تغيير في الخطة ديت لازم يكون ليه استراتيجية طويلة هو ما عندوش الاستراتيجية طويلة يعني انت شايف المعسكر من يومين مسافة قليلة وهو ده اللي احنا كنا بنكلم ان العصر الاحتراف بتاعك ما خليك دايما المعسكرات ما تبقاش طويلة يعني احنا مش في 2006 او 2008 او 2010 دلوقتي اللعيبة كلها في اي حتة بتيجي كمحترفين بيخشوا معسكر قليل قبل المباراة هو عنده اه لعيبة بتصنع الفارق طبعا احنا انت يعني منتخب مليان يعني سواء عندك اللعيبة الاساسية اللي تلعب مرموش او تيرزيجي او محمد صلاح او حتى انني او في الدفاع او في حراسة المرمى انت القماشة بتاعتك حلوة تفاصيل المباراة بقى هي ديت اللي هو مفروض بيشتغل على السيناريوهات بتاعت المباراة لان اي مدير فني كبير بيحط دايما سيناريو اول ربع سأعمل فيها ايه طب لو انا استقبلت هدف اعمل فيه ايه طب انا لو احرصت هدف اعمل ايه طيب لو النتيجة طلعت تعادل هعمل ايه في المباراة التانية دي السيناريوهات والتفاصيل في تحركات والتنظيم بتاع اللعيبة داخل الملعب الجمهور كمان يعني كنوش ما لعبش قدام جمهور كبير زي العدد اللي هيحضر بكرة احنا بنتكلم في خمسة وستين الف متفرج الجمهور ده ليه سلاح زحب دين لاما يبقى ضاغط على الفرقة بتاعته لان الفرقة اللي قدامه فرقة مخترفة يلعبوا في اوروبا واوروبا كلها جمهور زي ما احنا شايفين فبالتالي على الجمهور بكرة انه هو يتعامل بفكر مباراة الكنغو اللي احنا وصلنا فيها لكاس العالم 2018 اللي هو ما بقاش ضاغط على اللعيبة مش مستعجي للعيبة ما بقاش طب ما جبناش جون في اول ونص ساعة ابدأ اتوتر والان واهدى بقى وافضل قاعد متراقب بالعجز هنا التشجيع وهنا الحافز بيبقى مهم جدا بالنسبة للعيبة ان انا احسس انه جمهور مش عامل ضغط علي بقدر ما او عامل ضغط على الفرقة المنافسة